موسيقى الرابع صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش مجزء اغباري اتيكم من القاهرة اهلا بكم قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي انشاء صندوق اعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية اليه بما يتيح استثمارها والانفاق منها في حالات الطوارئ والازمات مع صرف اعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها الف جنيه بمجرد الانتهاء من الاجراءات القانونية وخلال حضور احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر وجه الرئيس السيسي بسرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من اطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل فضلا عن الانتهاء من الاجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل وتحقيق بيئة عمل امنة وزيادة معدلات تشغيل النساء وشدد الرئيس السيسي على ان مصر ستتجاوز كافة التحديات والمشاكل طالما بقي شعبها على قلبي رجل واحد هذا وشهد الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد العمال عرضا عبر الفيديو كونفرنس لعدل من نماذج مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ واكد الرئيس السيسي استعداد الدولة لمساندة الشركات في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية وذلك للوصول الى مكون محلي كامل او شبه كامل تنطلق فعليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدا الاربعاء بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الاهلي والشخصيات العامة والخبراء في بياننا على الصفحة الرسمية للحوار الوطني اشار الى ان هذه بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية يشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول الى مخرجات لصالح المواطن المصري وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة صرح المنسق العام للحوار الوطني دياء رشوان انه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني فان ممثلي وسائل الصحافة والاعلام المصرية والاجنبية المعتمدة في مصر مدعوون جميعا لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني يوم الاربعاء في قاعة المؤتمرات بارض المعارض بمدينة نصر واوضح المنسق العام بان حضور الصحفيين والاعلاميين للتغطية لا يحتاج الى دعوة مسبقة وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والاعلام المصرية بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والاعلامية وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والاعلام الاجنبية المعتمدة في مصر بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن توجيهات الرئيس السيسي لكافة جهات الدولة كانت تعطي الأولوية لتأمين العودة الآمنة للمصريين من السودان أكد توفير كل ما يلزم من خدمات على المعابر البرية بين البلدين معربا عن تطلع مصر لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها حفاظا على مقدرات هذا البلد الشقيق وخلال ترأسه اجتماعا موسعا لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق أشار مدبولي إلى أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق كما وجه رئيس الوزراء باستمرار نعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات مؤكدا ما تليه الدولة من اهتمام بالغ بالسودان وأن مصر تقف بجانب السودان وشعبه الشقيق في أزمته الجارية أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين منذ بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع إلى 436 حالة وفاة و2175 مصابا وأشارت إلى أن جميع المستشفيات والمرافق الصحية مازالت متوقفة في غرب درفور قال الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلينيسكي أن الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة بافلوهراد شرق البلاد أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 40 أخرين وأضاف زيلينيسكي أن الهجوم على بافلوهراد جاء ضمن ثاني موجة من الهجمات الصاروخية على مختلف أنحاء البلاد في ثلاثة أيام مشاهدين هذا هو ختام موجز والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترام نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة ولكم تحياتي عمر الشهد ترجمة نانسي قنقر